مشاهدين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه النافذة الإعلامية المطلة عليكم من منزل الأسير المحرر والنائب في المجلس التشريعي السابق خالد طافش بعد أن تحرر من سجون الاحتلال السري بعد قرابة العام ونصف العام قضاها داخل الأسر ليفرج عنه يوم ليلة الأمس قبيل العيد كل عام وأنتم بخير في هذه الإطلالة سنتحدث مع الشيخ خالد طافش نطمئن عليه وعن أحوال الأسرة بمناسبة هذا العيد المبارك والتفاصيل الأخرى بداية شيخ خالد كل عام وأنت بخير وأسعدت مساء وطابط أوقاتك وأنتم بيال في خير سعد الله مساء شيخ خالد بداية لو تصف لنا الحال في سجون الاحتلال أنت خرجت بعد عام ونصف العام يعني الحمد لله على سلامتك كيف بدت أشهر السجن والوقت الذي قضيته فعليا؟ بسم الله الرحمن الرحيم بداية نحن شعبنا الفلسطيني بعيد الفطر السعيد ونقول لهم تقبل الله طاعتكم ولشعبنا في كافة تواجده ولأمتنا العربية والإسلامية نصى الله تبارك وتعالى أن يعيد علينا رمضان وتغير حل هذه الأمة وحل هذه القضية إلى ما هو أحسن وما نكون فيه بإذن الله تعالى إلى التحرير والتطهير لأرضنا المقدسة أقرب بإذن الله تعالى لا شك أن هذه الحالة التي تسود السجون الإسرائيلية هي دائما بين المد والجزر بين السجين والسجان لأن هذا صراع مستمر بين الأسرى الذين يمثلون صوت شعبهم ونبض قضيتهم وبالتالي السجان هو الذي يمثل قوة الاحتلال التي تريد من خلال الأسر قتل الروح المعنوية للأسير ومحاولة السيطرة عليه للإسلام لسياستهم التي يحاولون فرضها على الأسرى جميعا ولذلك هي دائما الحالة أو طبيعة العلاقة والحالة بين الأسرى والسجانين هي الأقرب منها إلى الحالة المتوترة أو شبه المتوترة دائما يعني نتحدث عن سنوات أسر سابقة أصلا قضيتها ولكن هذه المرة شهدنا لك أول خطوة خذتها بعد أن خرجت من السجن توجهت إلى قبر الوالد الله يرحمه كان قد توفي وأنت داخل الأسر لو تصف لنا هذه اللحظات نعم لا شك أن هذا أكثر ما يعني يزعج الأسير هو أن يفقد أحب الناس إليه وهو داخل الأسر خاصة إذا كان الوالد أو الوالدة أو أحبابه وبالتالي يعني هذا الذي يخفف عن الإنسان في مثل هذه المواطن هو صحبة الناس الأحرار الأطهار في داخل السجن ومن ثم إذا ما تم الإفراج عن الأسير لا بد له أن يتوجه في أول لحظة للقاء من فقد خلال هذا السجن ليزور قبره وقبر الحبيب يزاره لا شك أن في ذلك لأن هذا العلاقة خاصة حينما تكون بين ولد مع والده أو والد مع ولده وهو الذي ما استطاع نتيجة هذا السياسة الاحتلال الظالمة من خلال سجونها المنتشرة في أرجاء ردنا المقدسة الفلسطينية فبالتالي يعني حينما يحرم من وداع والده أو حب الناس إليه ففي تصوري أن أول لحظة لخروجه والسنشاقه لعبق الحرية لابد أن يزور من فقد حيث يركض تحت التراب في هذه الأرض المقدسة شيخ ما معنى أن يفقد الإنسان عزيزا عليه داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي؟ معنى ذلك أنه يفقد جزء من ذاته وبالتالي لا يستطيع أن يلقاه مرة أخرى أو محاولة الاتصال به بتعرف أن الأسير يعني يكون اتصاله بعالمه الخارجي مع أهله وذويه إما عبر الزيارات التي تكون إلى سجون الاحتلال وإما عبر الاتصال وبالتالي تبقى الحبل السري بينه وبين أهله على اتصال دائم أما إذا توفي هذا القريب أو الوالد فبالتالي إلا قد انقطعت بالتالي هذه الزيارة وبالتالي هذا صعب جدا على نفس الإنسان أن يفقد أحب الناس إليه ولا يستطيع حتى وداعهم وخاصة إذا كان يعني مثل ما هو في قضيتنا قضية الأسر الإداري وبالتالي لا قضية ولا تهما ولا ملف يستحق الاعتقال إنما هي على ذمة أجهزة الشباك ومزاج يخضع لمزاج ضابط المنطقة وما يسمونه بالملف السري الذي في الحقيقة لا يحمل أي معنى يستحق من خلاله الأسير أن يقضي مثل هذه المدة في سجون الاحتلال بالطبع يعني بالانتقال إلى معنى العيد بما أننا نحن اليوم في هذا العيد الفتر المبارك والذي في هذه اللحظات يشاهدنا تشاهدنا جماهير عربية وإسلامية غير في فلسطين ما معنى العيد داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي نحن نتحدث عن أسرق بعين مؤبدات وإداري وأنت آتم من هذا الرحم أو الكهف المضم فعليا من سجون الاحتلال لا شك أن هناك فرق كبير بين أن تكون في مثل هذه الآيات داخل السجون وقد شهدت عيدين سابقين عيد الأضحى المبارك وعيد الفتر في السنة الماضية كنت داخل السجن وبالتالي داخل السجن أنت تكون بعيدا عن أهلك وابنائك وأقربائك ورحمك وبالتالي لا تستطيع إلا أن تقضي يومك مثل ما يقضيه بقية الأسرة محروما من أن تشارك أهلك وعائلتك مثل هذه الفرحة في هذا العيد وبالتالي عيد الأسير هو لا يحمل من العيد إلا الإسم في الحقيقة إنما هو معاناة وعبارة عن مزيج غريب من الأحاسيس والمشاعر في بعده عن أبنائه وعن أزواجه وعن والديه وعن إخوانه واخواته وأبناء شعبه وبالتالي فرق كبير بين أن تكون داخل الأسر وأن تكون في مثل هذا العيد بين أهلك وذويك تشاركهم فرحة هذا العيد مع أبنائك وأطفالك لذلك فرق كبير الأسر معنى هو الحرمان الأسر يعني يحمل الحرمان بكل ما تعني الكلمة من معنى ولكن مثل ما قلت لك ما يخفف عنا أننا نحن أسرى حرية بل وعشاك حرية ونحن ندفع مثل هذا التمن من أجل يعني تحرير أرضنا والخلاص والإنعتاق من مثل هذا الاحتلال الظالم لأن هذه سياسة الظلم التي يمارسها هذا المحتل هي بالتالي يعني هي مسامير تدق في نعشه بإذن الله تعالى بالطبع وأنت تتحدث فعليا العام السابق فعليا قضيته داخل السجون الاحتلال الإسرائيلي يعني العيد كان داخل السجون عن تجربتك الشخصية بشكل مختصر كيف ممكن أن تصف أجواء العيد بشكل خاص كيف أنت يعني يعني مر عليك هذا اليوم وكيف مرست من ربما الأداء التقصص الدينية وإلى آخره والبهجة هل كان ثمت طعب ولو مختلف من البهجة كيف شكل العيد يكون داخل السجون هو في داخل السجن ليس من العيد سوى إقامة الشعائر التعبدية وهي إقامة الصلاة والتكبير ومن ثم التهنئة فيما بين الأصر لأن نحن نلتقي لأرحام فيما بيننا هو من يعيشون في نفس الغرفة ومن يعيشون في نفس القسم وبالتالي يطوف بعضنا على بعض مهنئا بهذا العيد ولا يحمل العيد من المعاني هناك إلا ما نتقرب به إلى الله تعالى من صلاة وتكبير وتهنئة بخلاف ما يكون في الخارج في الخارج هو أنت تؤدي الشعائر التعبدية ثم من ذلك بعد ذلك تنطلق لتشارك لتصل رحمك وتصل أخواتك وتصل أبناءك وتصل عماتك وبالتالي أنت تشعر ببهجة العيد الحقيقية حينما تعيش خارج السجن أما داخل أسوار السجن ليس من العيد إلا الإسم في الحقيقة أخيرا ما هي رسالة الأسرى؟ طمننا شوي عن الأسرى وضعهم حالهم رسالتهم؟ الأسرى لا شك أنهم يعانون وهم على الدوام في معاناة وفي عراق مع آسريهم ومع سجانيهم وبالتالي هؤلاء الأسرى هم بحاجة إلى دعم شعبهم ورفع صوتهم دائما لأن هؤلاء الأسرى هم يعني يمثلون أنا أقول دائما أن الأسرى والشهداء هم الشريانان لحياة الشعب الذي يعيش تحت الاحتلال فمدام هناك أسرى وسجون ومدام هناك شهداء فمعنى ذلك علامة حياة لشعب يعيش تحت الاحتلال بمعنى أنه يرفض هذا الظلم وهذا الذل وهذا الأوان وبالتالي يقف في وجه هذا المحتل ولذلك بحاجة هؤلاء الأسرى إلى دعم شعبهم ورفع صوتهم عاليا ودائما أن يتضامن أبناء شعبهم معهم ولا يتركهم يعني لهيمنة وسياسة الاحتلال داخل سجونه الظالمة خاصة مثل ملف لداري وهناك بتعلم أن هناك هجمة كانت على الأسرى بعد عملية التحرر التي قام بها بعض الإخوة الأسرى من سجن جلبوع حيث قامت سلطات السجون هناك بمعاقبة كافة السجون في أرضنا الفلسطينية يعني من الإغلاق ومن مصادرة بعض المنجزات وكثير وما زالت حتى هذه اللحظة ولذلك بحاجة هؤلاء الأسرى أن لا يتركوا لمثل هؤلاء السجنين حينما يتغولون لهم بحاجة إلى رفع صوتهم والتضامن معهم دائما وأبدا أنا أبدا سابق في المجلس التشريخ خالد طافش والأسير المحرر شكرا جزيلا لك والحمد لله على السلامة ونتمنى الفرج لجميع الأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي بطبيعة الحال المشاهدين الكرام هذه كانت أبرز التفاصيل المتعلقة بالظروف الأسر التي مكث فيها الشيخ خالد طافش وهي ليست المرة الأولى التي يعتقل فيها على خلفية الإداري وهذه هي تفاصيل قصة باختصار كل عام وأنتم بخير نعود أن نلتقي بكم بإذن الله تعالى في نافذة أخرى شكرا لطبي متابعتكم وإلى لقاء